بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا بكم أبناء الطلاب في درسي اليوم من مادة لغتي للصفة الثالثة اليوم بإذن الله سنتابع ما أخذنا في الدروس السابقة عن البيانات الشخصية الرسمية سنتعرف على كيفية تعبئة النماذج الورقية كيف نقوم بكتابة بياناتنا الرسمية في أوراق من خلال تعبئة بعض الفراغات سنتعلم هذا سويا في درس اليوم لكن حتى نتعلم بشكل جيد يجب أن ننتبه تماما لهذه التعليمات يجب أن نبقى هاديين أثناء المتابعة مع المعلم نكون في مكان هذا بإضاءة جيدة وتهوية مناسبة من الضروري جدا أن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرة البالغين لمساعدتنا في عملية التعلم أخذنا في الدرس السابق البيانات الشخصية قمنا بالإجابة على بعض الأسئلة ما هي فائدة هذه البيانات متى نستخدمها وما هو المصدر الأساسي لها ذكرنا أن مصدر البيانات الرسمية هو بطاقة الهوية الوطنية تذكرون أننا قمنا بتعبئة هذا النموذج من بطاقة الهوية الوطنية مهم جدا أن نعرف عندما نريد أن نكتب مثل هذا النموذج مثل هذه الورقة نريد أن نكتبها نعبئها موجودة هي عندكم في الكتاب في درس بياناتي الرسمية ستجدون هذا النموذج وطلبت منكم في الدرس السابق أن تحضروا بطاقة الهوية الوطنية وتقوموا بكتابة البيانات في هذا النموذج أو في هذه الورقة مهم جدا عندما أكتب أولا أن أكتب على السطر تلاحظون النقاط الموجودة يجب أن أكتب على نفس النقاط الموجودة كذلك مهم أن أكتب بخط واضح حتى يستطيع أي شخص أن يقرأ هذه الورقة أيضا مهم أن أكتب نفس المعلومة في المكان المخصص لها مثال تاريخ الميلاد لا يصح أن أكتبه مكان الاسم الأول طيب إذن كل معلومة أكتبها في المكان المناسب لها طيب الآن هنا مكتوب أول شيء الاسم الأول إذن يكون أول اسم فقط الاسم الأول يعني أول اسم فقط لا أقوم بكتابة الاسم كاملا إلا إذا كان مكتوب هنا الاسم الكامل أو الاسم الرباعي أو الاسم الثلاثي هنا أقوم بكتابة كامل الاسم لكن إذا قال الاسم الأول معناته يقصد أول اسم في بطاقة الهوية الوطنية وهو اسمي أو اسمك أو اسمها أول اسم موجود في البطاقة هو الاسم الأول كذلك اسم الأب يأتي ثانيا اسم الجد ثالثا والعائلة العمر ذكرنا أننا نستطيع حسابه عن طريق معرفة تاريخ الميلاد ومكان الميلاد كل هذه البيانات استطعنا الحصول عليها من بطاقة الهوية الوطنية طيب الآن لدينا نموذج آخر لاحظوا أنه مختلف قليلا هنا صورة شخصية طيب والاسم رباعيا لاحظوا الاسم رباعيا ماذا نقصد؟ أي أربعة أسماء واحد اثنان ثلاثة أربعة هذا ما نقصد به الاسم الرباعي طيب لو كان اسم ثلاثي سيكون لدينا ثلاث فراغات واحد اثنان ثلاثة إذن الاسم الرباعي ماذا نقصد به؟ نقصد أن لدينا أربع فراغات نكتب فيها الاسم هنا الاسم الأول هنا اسم الأب هو الاسم الثاني في البطاقة هنا اسم الجد وهو الاسم الثالث في البطاقة هنا اسم العائلة وهو الاسم الرابع في البطاقة طيب المربع الثاني مكتوب البيانات الدراسية ما معنى البيانات الدراسية؟ أي معلومات المدرسة معلومات المدرسة طيب وش المعلومات المطلوبة في هذا البيان أو في هذه الورقة مطلوب المرحلة الدراسية التي ندرس فيها هل هي ابتدائي متوسط تعهيلي نقوم بكتابتها هنا ثم الصف الدراسي يعني هل أدرس في الصف الأول أو الصف الثاني أو الصف الثالث ثم الفصل الدراسي ثم الجنسية هذه معلومات خاصة بالمدرسة طيب آخر معلومات هنا لدينا بيانات العمر والسكن بيانات ماذا؟ بيانات العمر والسكن العمر تاريخ الميلاد قلنا أن نأخذه من وين؟ من بطاقة الهوية الوطنية بعدين المدينة التي نسكن بها والحي الذي نسكن فيه طيب هذه ورقة لرحلة مدرسية وزعت من قبل المعلم أو المعلمة نعبي هذا النموذج حتى نستطيع أن نذهب إلى هذه الرحلة المدرسية طيب كيف نعبي هذا النموذج؟ سنتعلم الآن كيفية طريقة تعبئة أولاً في الأعلى هنا الصورة الشخصية هنا هذا المربع سنقوم بإلصاق الصورة فيه طيب هنا في المربع هذا يأتي أحياناً بعض الأرقاب مثل أربعة في ستة أو اثنين في ثلاثة هذا مقاس الصورة مقاس الصورة يعني إذا ذهبت إلى محل التصوير أريد أن أصور صورة شخصية أطلب منه أن يصورني بنفس المقاس الموجود هنا إذا كان هنا مكتوب أربعة ضرب ستة ستكون الصورة ماذا؟ أربعة في ستة سأقول لصاحب المحل أو المصور أريد صورة بمقاس أربعة في ستة أو اثنين في ثلاثة أو أيا كان مقاس الصورة إذن هنا سنضع الصورة الشخصية طيب مهم جداً عندما نضع الصورة الشخصية أن نلصقها أو نركبها بطريقة صحيحة بحيث أنها تكون في المربع تماماً تكون موجودة في المربع تماماً يعني الصورة الشخصية هنا لا يصح أن نضعها هنا طيب نضعها في نفس المكان ثم نقوم بإلصاقها بطريقة لا تخفي معالم الصورة يعني مثلاً لو بقوم بتدبيس الصورة طيب لا أضع الدبوس على الوجه مثلاً أو على الجبهة أو أخفي معالم الصورة بهذا الدبوس أضعه في مكان يبقى فيه وجهي واضحاً وشعري واضحاً وكل ملامحي واضحة طيب أو أقوم بتلزيقه بغراء أضع غراء هنا على الورقة غراء خفيف خاص بالورق ثم أقوم بإلصاق الصورة بهذا الغراء في المكان المناسب كما ذكرت لكم طيب الآن وضعت الصورة وضعت الصورة في المكان المناسب لها قمت بتعبئة أول شيء في هذه الورقة وهي الصورة الشخصية طيب بعد الصورة الشخصية الإسم الإسم الرباعي خارة الإسم الرباعي سأكتبه أولاً في الإسم الأول إسمي طيب محمد طيب ثم إسم الأب سأكتبه إسم أبي عبد الله ثم إسم الجد سأكتبه إسم جدي محمد ثم سأكتبه إسم العائلة بسام سيصبح لدي الإسم رباعياً رباعياً يعني إيش؟ يعني موجود هنا أربعة أسماء إسمي إسم أبي إسم جدي وإسم العائلة محمد عبد الله محمد بسام هذا الإسم الرباعي لهذا الطالب طيب بعد ما خلصت لاحظوا أنني سأكتب كل إسم في الخانة المناسبة له طيب يعني إسم الأول هو الإسم الخاص بي أنا سأكتبه في إسم الأول إسم الأب إسم أبي سأكتبه في خانة المناسبة لها إسم الجد سأكتبه أيضاً في الخانة المناسبة لإسم الجد إسم العائلة أخيراً سأكتبه في الإسم أو في الخانة المناسبة لها كذلك لاحظوا أنني كتبت بماذا؟ بلون مناسب لون أزرق وأيضا بخط واضح من المهم أن نكتب بخط واضح حتى يستطيع المعلم أو الشخص الذي سيقرأ هذه الورقة أن يقرأ المعلومات بشكل صحيح طيب بعدها بيانات المدرسة المرحلة الدراسية هي المرحلة التأهيلية أو الثانوية الصف الدراسي الصف الثالث تأهيلي الفصل الثاني والجنسية سعودي أيضا هذه المعلومات قمنا بتعبيتها لاحظوا أيضا أننا كتبناها في المكان المخصص المرحلة الدراسية التأهيلية ما يصح أني أكتب المرحلة الدراسية أكتب ثالث وأكتب الصف الدراسي تأهيلي لا أقوم بتبديل هذه البيانات أكتب كل معلومة في مكانها المخصص يعني إيش مكتوب فوق المرحلة الدراسية خلاص هنا أكتب المرحلة الدراسية تأهيلي طيب الصف الدراسي أكتب تحت في الفراغ الأبيض الصف الدراسي الذي أدرس فيه طيب الفصل الدراسي أيضا سأكتب الفصل الدراسي والجنسية سأكتب جنسية البلد الذي أنتمي إليه إن كنت سعودي سأكتب سعودي إذا كان الطالب أو الطالب غير سعودي سيقوم بكتابة جنسية بلده في هذه الخانة أو في هذا الفراغ طيب والمدينة التي نسكن فيها والحي الذي نسكن فيه الآن اكتملت بيانات الطالب محمد هذه الورقة الآن يستطيع أن يعطيها للمعلم حتى يستطيع المشاركة في المسابقة أو في الرحلة التي تقيمها المدرسة قام محمد بتعبئة هذا النموذج بطريقة صحيحة بدون أخطاء كتب كل معلومة في المكان الخاص بها أصبح لدينا الآن نموذجا كاملا يتكلم عن الطالب محمد عرفنا عن محمد مجموعة من البيانات عرفنا اسمه كاملا عرفنا المرحلة الدراسية التي يدرس فيها عرفنا جنسية البلد الذي ينتمي إليه وعرفنا بيانات عمره وما هي المدينة التي يسكن فيها والحي كذلك كل هذه المعلومات عرفناها من خلال هذه الورقة نستطيع أن نقوم بتعبئة هذه الورقة هذه الورقة موجودة لديكم في الكتاب أريد من كل طالب وطالبة أن يقوم بتعبئة هذه الورقة في الكتاب قم بوضع صورة لك في مكان الصورة الخاص في هذا النموذج أيضا قم بكتابة البيانات كما هو موجود أمامك كل طالب وطالبة يكتب البيانات الخاصة به قموا بالتدريب على هذا لأنه مهم جدا أن نعرف كيف نعبئ هذه الأوراق أتمنى لكم استفدنا من الدرس قموا بمراجعته في قرات عين حتى تستفيدوا أكثر شكرا لانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته